اليوم سوف نعطيكم بيزا وعليكم الحرافيين سوف نعطيكم طريقة سهلة وطريقة في الاختمار وشنوه السر الذي يعطي هذه الفقاعة من جناب فخليكم للاخر فيديو وفرجوا ممتعهم متنسونوا شوالله يتساعدون السلام عليكم البنات كيتلي اللباس عليكم فيديو جديد ونهار جديد ونجملنا هذا الفيديو بصحة و السلامة اليوم ان شاء الله سوف نشارك معكم جوج عجينات هذه البيزا وهم عجينة واحدة وكان غير نعطيكم الأستوس اللي كان در في كل واحدة أول حاجة عندي هنا واحد الفينو بالفينو البرو اللي خارج دبع جديد عجين شهابي 4 قرم ديال الخميرة شوية سكار الملحة وحزرها بعدين الماء كنجمع العجينة ديالي هنا كنجمعها البنات مكند الكهاش سوف نخليها هنا كتتنفخ لي هذي النفخة اللولة يعني كتتسر ديالها ماشي في الخميرة البنات ستسر ديالها وفكتتخليها ترتاح في البيزا دائما كنقول لكم لا تشوفونا شبارك الله غنديقة زيها شوفوتها لش كتطلع حتى كتوصل الاخر ديال القالب اللي ديالنا فيه او الزلاف اللي ديالنا فيه فغنحاود نلقازيها وغنحاود نغطيها وغتشوفوا عود تاني غتطلع ديال 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 الخميرة وهنا غنوريكم مرات تانية هنال مرات تانية شوفوكم ديقازيها شوفو تبارك الله هذو كل الفقهات اللي كتخرج ليا وهذا هو سر النجاح ديال بيزا ديالكم اللي كتبع على برة رأى السر ديال البنات وغنوريكم واحدة اخرى اللي كان بيتها في تلاجة حتى اليومين وتهية كتعطاني نفس الطوحن السنتيجة فغنحضر معكم البيزا اليومة ان شاء الله التانية ديال تهية الزرقة هنا كما كتشوفو كنحاجوا واحد ديال 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 الدقيق وغنحتاج الواحد مية وستين تلمية وثمانين ديال الماء يكون من العادي بارد عندي مليحة وعندي 4 جرام ديال النخميرة وعندي معلقة ديال العسل سكر ديال وعندي تقريبا نص كاس ديال زيت الزيتون فطلو وصفك نحتاجه زيت الزيتون انا نسل عجينة عندي كل واحدة كيفاش كنديلها وحدة كنخليها تختامر على برة وهذه اللي غنديل لكم كتختامر في تلاجة البنات يعني كان دغاء كتجمعها وقدر بلاستيكة كتخليها تخمر من بعد كتدخليها تلاجة كتبقى 24 ساعة وهذا من كتخدامة انا حتى هنا من كنا نجنوها كنخليها كويراش وكتخلف تلاجة وكتدرقها الوقت اللي كتجبديها مباشرة كتخلت خوبوزة وكتدريها تلقيها صافي وكتعمريها هادي الطريقة ديلة طاليني أصلي وبلاك التقبلة بفورشيت هنا كما قدروا تلاجة لها وتضغير الماء أيضا وننخلص للكل ونحن داخل تلك الدقيق هنا وتضغير الماء كما نكتر ونحن نقرق ضغبوزة يعني هنا مباشرة البسورة سوف أدخلها في الدقيقة ودخلها في الدقيقة سوف أجدت تجمعي فيها و لم تجمعي فيها لكن لم تكن لكم أن تجمعي في الراحة ونجد لكم إن شاء الله سوف نخبز كما قلت لكم إن أختي مرأة مكافحة سوف ننزل لكم و سوف يأتي رائع و لا تنسوا و أعطيكم حتى الطريقة الفران لتجيكم بحل الزنقاء سوف نعطيكم أن أصبح سر الأول في الفرسيح للجينة و السر الثاني للبناء في الفران سوف أعطيكم فران للحجر و العود و ليس هو دارة البناء سوف نعطيكم كيف يحطي بحث في الدارة و لكن صراحة تجيب نينة و خاءنا التصوير لم أعطيها حقها و لكن سوف تشوفها على المباشرة سوف أخمرت لي الأخمار الثانية و هنا تشوفوا من درسة بلاستيك و شوفوا الإختمار لبناء سوف نعطيها في البرودية و أعطيك الاختمار و انشاء الله سوف تطلع الفقهات و هم الأساسين البناء سوف أعطيكم الطع فيديو سوف نعطيكم نهار جديد و فيديو جديد و سوف نقول لكم مرحبا بكم و قمم دوع اللهم صلي و سلم على سيدنا محمد و على أهل و صحبه أجمعين فهنا جمعت لكم جديد فيديوهات هنا العجينة كانت ندرها بالليل و سوف نخدمها لكي نضعها لوليداتي و الأخرى كانت خدمتها قبل من هذه و كان أعطيتكم شو أستوش للعجينة أعطيتكم اللي كان بيت في الثلاجة و أعطيتكم اللي كانت تبقى على بره كيف أشكاليني نفس الارتفاع كي يجيلوا نفس الاغتمار ولكن صارحة اللي زوينا بزاف غنصحكم هي اللي كان بيت في الثلاجة كيجي تماما بحث الزلقة هنا بغيت نشكر جميع المتتبعات و متتبعين للقناة شكرا على لايكات ديركم شكرا على الموتيفاسيو ديركم كنقلكم بك أنا مستمرة و كنشكر درية دي الميدرة دي اللي دخل عندي من القناة كنقول لهم مرحبا بكم و هنا كنقلكم شوفوا الاغتمار هنا تقريبا نخلي ساعة كثير من 24 ساعة كثير من الليلة قربت تكملي 24 ساعة 48 ساعة و هنا يصفي غمط الخامنة أخدم بيها سوف نقلكم سوس بلانش مع الدجاج تجي شي حاجة راقية و زوينة وهلاش اللي كتأخذيها من لابرة شوية غالية قال لي كنتبع بسوس بلانش كتبع شوية غالية بسوس البيضاء فاليوم ان شاء الله سوف نحضرها معكم بطريقة جيدة سهلة اللي كلها سوف تصيبها في دارها اول حاجة نقلينا على جانب و سوف نصطي التجاج جوجه لزيتون و الزيت عادية و ملحة و البصار حيث تقريبا جوجه لديك جوجه و هنا سوف نصيب الكريمة البيضاء السهلة سهلة سوف نقوم بطريقة بشامل ولكن سوف نضيفها الفرماج فرماج هنا يوجد فيها هي بحرات البزارة ونصطيها تتحمر الججج هنا سنأخذ محلقة الزبدة وبالنسبة للزبدة هذه البنت التي شاركت معكم هذه البنت التي شاركت معكم وهذا السبتال لبنت على الأبر ونرى أن تتبع في أي شخص من شمال ونخطيت واحدة أخرى ونشاركها معكم إن شاء الله حتى هي زوينة ونصطيها ونصطيها بلحام ونشرح الحديث على مرحام وأصفوا هذه قمت بجانبتكم ونعود بجانبتكم ونشرح المشاركة واحدة هي الزبدة لنصيب الأمان المعروف فهذا زبدة الزبدة ونحركوا بطريقة باردة ونضربتند ونضع لحليب كورف القوزة عندما تستخدمت طبيبات هنا انا اعمل معكم مع قطعة الصوت والموسيقى كانت تلفزها الشيء عليك ان الوليدات كيتفرجها انا اعمل معكم هنا سبونطاني بلا ما انني يعني كنزرب الفيديو لانني متصنع فيه عادي اعمل قطعة الصوت لانا كما قلت لكم كانت تلفزوك وتعرفوا الكوبورايت انا رحضت لحظة نسيج و بجيس كنهضر معاكم حتى في الكاميرا سافي هنا بعد ما كدو لكم الزبدة كما قلت لكم مباشرة كديرو جوج معالق بومبي بحلقة وكتحركوا بلالوش او بفوية يعني اضرب سافي يتحرك لكم ونضيف الحليب انا تقريبا لغاية ديالي لا ندير بزافر انا سوف نعمر بها البيزا لا نستيطر او عير كاس ديرو الجيد بليدات انايل سوف يتعمر لكم ويقدر يشط لكم شوية لمدرتواش كبيرة سافي هنا خويت الحليب كما قلت لكم انا كنحرك دابا وعايف سوف نشعر على الالبوطة ونحرك جيدا عندما نجيب واحد لالوشخر باش نحركها مزيان ضروري كما قلت لكم لالوش هذا البلاستيك خيدام ايكيا بحركة الكاسرونت بحركة سيراميك ونحاول من فوق البوطة بحركة نسخن شوية ونحاول نحرك سيولة لي الخالي تليس باه نريد كلها نحيا وهو هنا ونحر على التقريب وفي نفس الوقت يجب أن نجحوا لكم ونحن راهدان العمارات والكريم ونحن بحركة ، سوف يكون حمراء صفحة لكي تصبح بلانجة ونزل بطريقة طرية لكي تصبح بطريقة طريقة لتصبح بطريقة بطريقة طريقة هنا الكريمة هي صفحة ليس نضيفها كما قلت لكم الفرماج موت زاغل وهنا مغابية لكي نصف ونصف اضع حقا significوفي من الملحة وضع الضوء الان اضغط من خلال دقاء اضغط حقا الان تسرد على حسابك يجب أن تكون دائما تباكي في المقلة يجب أن تكون قوى قوى في البيتزا لا تعتمدوا أنكم تتكلموا في الفران لا تعتمدوا في المقلة 10 دقيقة هنا لديها واجد وردية منزلة معكم لقد نزلت لكم الشوارمة طريقة اللي كنت نزلت لكم كي يجي وعلى البنات هذا جربوه كي يجي معل لك وزبين وتقدي تخلي منه وتتخدمين منه مثلا في لازانيا وليش حاجة وهذه اهم حاجة شوفوا تبارك الله كيف يبقى لي الاختمار في العجينة دياركم ومشالي المقطع على البنات كنت صيبت هاليهم بسوط وطومات ومشال هي جات تهية تبارك الله هذي كنت خليتها 24 ساعة البنات واحد الاختمار عطتني كثير من هالي اللي خليتها 48 ساعة البنات فهي نفسه هذي كنت مزروبين شخلي وديرها الصباح وعجنها الصباح وطيبها في العشية ورغم هذي 48 ساعة شوفوا البنات وبقى شوفوا الاختمار وهذه كتبقى هنا حساسة كتلعبي بالعجينة عير بشوية هكا بشجمعيها صافي مدلكيها موالو هكا بشعطة وهنا شوفوا بعد ما كنت نسرحها نرى ما كنت للمدلكها بدنات لأولوك العباب بيديتي كنت أعطيها الطوع كنت نسرحها رديجة منزلها معكم شوفونا البلوندو تغافي كي بدي يبال لكم كترقوها من الوسط هذا وسر ديالها وكترقوها الجوانب باش كتبال لكم دير اغتيمار ديركم في الجوانب وهنا مباشرة ما كنت أعطيها هذي الشكل زمين كندير للسلسل دير فخوماج ديالي وكندير دك بجاج ديت معاكم وكندير شوم فنيونا كان عندي علم وعلب البنات شاوكي جيزوين صافي وكندير فخوماج موت زغلة وكنشعل الفران من الفق ومن تحت البنات وكندخلا 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 كندير واحد طاوة عندما كان قلبها وكندير بابي كويسون كما كان وريكم داب هاي الطاوة أولاد قد دروا فقط ديك الشبكة أنا خفتت تراصلية ديك الشبكة فهي جدرت طاوة شوفوا هنا يلا دخلتها شوفوا كيفش كتبدا ترسافع شوفوا الاختيمار شوفوا كيفش كيتبوخ باش كتعرفوا العجينة ديركم ناجحة البنات شوفوا وكبدأت تحمل لكم من فوق شوفوا هنا اذاك الارتفاع كيفش كيتفقع هذك ديال العجينة ديركم شوفوا هنا ترسات اللي يقع هذك وصر النجاح ونفمام كتشوفوا أنت ما ناجحة معاكم بيزا ديالكم كنقول لكم حبابي اللي كنت وعدتهم بيزا هذير بيزا ديال المطاعم شوفوا كيفش كتجي راسدقون يا رتكم كاملة وخاك مطاعتاش حقا وجربوها وردو عليها خليوا انتم مع 24 ساعة وطيبوها طيروها في الصباح وديروها في العشية كنقول لكم حبابي ما تنسونيش من لايكات ديالكم ترجع ديالكم القناة باش حكا كم قاموا السمرة ودعوتكم اللي يبتيسير ان شاء الله وبصحة ونقول لكم راي دخلنا رمضان لافقين المفقدين وبسلامة ونطلقوا فيديو آخر